السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في درسنا هذا كيف اذا عندك مطعم او عندك كافي او الى اخره وحاب انك تعرض المنيو بوسطة باركود كما تشوفون صورة بملء الشاشة يعني تكون الصورة كبيرة كاملة يشوفها الزبون تمام ويقدر يكبر ويصغر على كيفه تمام او تبغاها بصر طولي بحيث انها تكون بالشكل هذا تكون بالطول الحين تشوفونها نمسح الباركود شوفوا ينزل تحت الان ننزل تحت تكون بالشكل هذا اعرض كامل المنيو او تفاصيل المنيو جدا طريقة سهلة مجانية بالكامل تابعوا معنا فيديو الشرح طبعا كل ما تحتاجونه برنامج او عفوا موقع ارشيف موقع ارشيف باختصار فكرة انك انت تقدر تحمل فيه ما شئت من الملفات سواء صوتية سواء ملفات مقاطع سواء بدي ايف سواء صور الى اخره تقدر تحتفظ فيهم ترجع لهم متى ما بغيت او حاب انك تنشرهم على الانترنت مجاني بالكامل طبعا طبعا طريقة اول شيء لازم نسجل نسجل حساب طبعا هنا ايميلك وهنا الاسم ما ادري وش وهو وهنا الباسورد تمام او انك تسجل دخول عبر حساب في جوجل اذا عندك حساب في جوجل جيميل او شيء زي كذا سجل اسهل طبعا انا مسجل مسبق لذا ما احتاج اني اشرح لكم مجدا سهلة طريقة مرة مرة سهلة طبعا الموقع انت تحمل فيه الملفات اول شيء تضغط على حسابك من هنا بعدين تضغط على هذا اول خيار تمام بعدين نضغط على هذا طبعا عندك ابعطيك فكرتين قبل قبل لا اشرح شنون نحمل الملفات عندك صورتين الصورة الاولى هذي هذي راح تكون على مل الشاشة يعني اول ما تزبوني شوفها او اني كنت تحب تنشر اعلان او شيء زي كذا اول ما يشوفها الزبون تمام راح يشوف كامل المستند كامل المستند راح يشوفها تمام اما اذا بغيت انه ينزل تحت بالجوال او يرقى فوق طبعا يقدر يكبر يقدر يكبر و يقدر يشوف بهذه الخاصية يعني لا تخاف لكن احرص على قياسات الصورة تمام اذا يصمم لك الصورة يكبر و يصغر الصورة على حسب ما تشوفها انت ما تراه مناسب تمام طبعا اذا انت حاب انك تخليها طولية شوف لازم انك تخليها طويلة بالشكل هذا علشان الزبون شوف انا سوف اوضح لكم ايام علشان الزبون هنا هذي طويلة علشان الزبون ينزل تحت ينزل يشوف الاصناف او يشوف اللي انت حاب انك تنشره يعني مو بشرط انها بمطاعم او اعلان او الى اخره شوف كامل الاصناف اللي عندك تمام اذا كنت تبغاها بشكل كذا بالشكل هذا لازم تسويها تصمم الصورة بشكل طويل مرة تمام اما هذي عريضة وعلى حجم الجوال تقريبا طيب هذه الصورتين تمام اذا انت حاب هذه او حاب هذه انا مثلا حاب انها على مل الشاشة مثل ما قلنا نروح لعلى الحساب اها الاول خيار نضغط على هذا بعد ما تسجل تسجل حساب بالموقع هذا نسحب الصورة اللي حنا نبغاها ونحطها في في المكان اللي توقب شوي نختار الاسم مثلا قائمة طعام وهنا برضو نحط قائمة طعام قائمة طعام وهنا برضو قائمة طعام الان كل ما علينا الضغط على هذا الزر ننتظر وهو شوي يعني يطول شوي لا تخاف فقط كل ما عليك هو الانتظار راح نرجع لكم ان شاء الله بعد ما يحمل طبعا راح حط لكم رابط الموقع في صندوق الوصف تقدر انك تشوفه وتسجل حساب فيه مجاني بالكامل بدون اي رسوم وتقدر تحمل ملفات فيه كبير ضخمة جدا يعني مدري كم يصل الى 20 جيجا وهو لا محدود لكن تقدر مثلا 20 جيجا والثاني 20 جيجا والثالث 20 جيجا وهكذا جدا جميل وانصحكم فيه اصحكم بالتعامل معه طبعا اي صورة انت راح تقوم تنشرها هنا راح تنتشر على جوجل كله فانتبه اذا كانت صور خاصة للعائلة او للاصدقاء او الشي ترى ما فيها خصوصية بالشكل هذا ممكن اي واحد يبحث مثلا يبحث في جوجل هنا على قائم الطعام يجد يجد مثلا الصورة اللي قمت انت او الى اخره مثلا يجد الصورة اللي انت قمت بتحميلها بعد فترة زمنية مو بشرط انها على طول حالي لكن بعد فترة زمنية ننتظر طبعا بعد الانتظار الطويل جاء من هنا تمام نضغط على هذه بعدها جتنا الصورة ضروري ضروري جدا شوفوا شنون ضروري جدا نضغط على الصورة علشان حنا نحتفظ بالرابط الخاص بالصورة تمام الآن هذه الصورة شفتوا شنون بإمكانكم الآن تنسخون الرابط تمام نسخ وتكتبون تحويل تحويل الروابط الى بار كود مثلا يجيكم مجموعة من المواقع اللي تقدر تحول الروابط الى بار كود تمام انا سويت مقطع او ولد اختي سوى مقطع جدا جدا جميل انا انصحكم فيه رح احط الرابط في صندوق الوصف الكيفية صنع اللي هو البر كودات هذي اللي هو ماذا شو تسمونها اللي مهم البر كود هذي او انك مثلا بطريقة سهلة من خلال متصفح جوجل كروم لازم مثلا عندك متصفح جوجل كروم تمام نروح هنا تمام على هذه بعدين انشاء رمز سريع الآن ظهرك البر كود تقدر تنزله على جهازك خلاص تنزل لو افتحها الآن شفتوا شلون او تقدر من خلال الرابط اللي اللي راح حطلكم إياه في صندوق الوصف نقطة هامة انا بقولا لكم حنا قلنا ليش نضغط على الصوره هذي علشان ااااا ننسخ الرابط حقها لو انا انسخ الرابط هذا تمام واحول هذا الرابط شوفوا هذي صفحة هذي لو أحولها إلى باركود وقوم بمسح البركود هذا على الجوال رح تطلع لي الصفحة هذه كلها كاملة بتفاصيل قائمة الطعام تطلع الكلمات هذه الإنجليزية وتطلع الخيارات هذه أنا ما أبغى كذا أبغى تطلع لي فقط الصورة لازم إذا كانت فقط الصورة نضغط على الصورة نفسها ثم ننسخ الرابط وأتمنى أنكم تشوفون المقطع اللي رح أحطه تحت الكيفية تحويل أعطيتكم عشر مواقع أول دخطي أعطاكم عشر مواقع لتحويل الروابط إلى باركود تمام؟ هذا البركود دعني أشوف باركود رمز استجابة سريع هذا هو نفس كذا تمام؟ وشكرا لكم على المشاهدة أزاكم الله خير لا تنسون البقيات البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ترجمة نانسي قنقر